مع تجدد القصف التركي على شمال سوريا تتزايد الحدود السورية التركية التهابا بسبب تلك الدرابات المتبادلة بين الجانبين في المناطق الكردية الرئيس التركي رجل طيب اردوغان اعلن ان العمليات في شمالي سوريا والعراق لن تقتصر على الحملة الجوية وان مناقشات تجرى حول مشاركة قوات برية في الحملة موضحا ان وزارة الدفاع تجري تقيما نصر شراط بشأن عدد القوات البرية اللازمة للمشاركة في عملية مرتقبة واضاف اردوغان ان سبعين طائرة مقاتلة ومسايرة شاركت في العملية الجوية ودخلت الى شمالي العراق بعمق 140 كيلو مترا وفي الشمال السوري بعمق 20 كيلو مترا وردا على قصف الجوية التركية استهدفت قوات سوريا الديمقراطية منطقة كاركميش بالقرب من الحدود السورية بضربات صاروخية تطورات تنظر بتصعيد عسكري في تلك المنطقة المضطربة لكن مراقبين يرون انها مساع من اردوغان لتحقيق مكاسب سياسية وهو امر عززته صحيفة فينانشل تايمز البريطانية حيث رأت الصحيفة وفقا لتقارر لها بانها يمكن لعملية عسكرية اخرى واسعة النطاق في سوريا حجد الدعم لحكومة اردوغان بين القوميين الاطراق قبل الانتخابات المقرر اجراؤها العام المقبل لكن الصحيفة اشارت الى ان الرئيس التركي لم يتمكن من الحصول على الضوء الاخضر لهجوم برين اخر من روسيا وايران التين تدعي ماني سوريا